حسيت في يوم من الأيام بإرهاق أو آلام في عظامك؟ طيب يا بطل، هذا اسمه لين في العظام من أسبابه نقص فيتامين دال بسبب عدم التعرض لأشعات الشمس وفي هذا العمر المبكر نقدر نحافظ على صحة عظامنا من خلال ممارسة نشاط بدني وتناول غذاء متوازن غني بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة العظام مثل الكالسيوم الموجود في منتجات الحليب كالزبادي واللبن واللبنة والجبن والخضروات الخضراء كالبروكلي والمكسرات مثل اللوز والفسفور الموجود في الحبوب الكاملة مثل الشوفان واللحوم الحمراء والأسماك وما ننسى، يجب تجنب المشروبات الغازية المضرة بصحة العظام وحتى نتجنب هذا الخطر لازم نتعرض لأشعة الشمس من 10 إلى 15 دقيقة من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً وننصحك بالتعرض لها من الثامنة صباحاً حتى العشرة والنصف صباحاً ومن الثانية بعد الظهر حتى الرابعة عصراً في فترة الصيف وفي فترة الشتاء من العشرة والنصف صباحاً حتى الثانية بعد الظهر وحتى تستفيد من التعرض لأشعة الشمس لازم تعرض 20% من الجسم على الأقل للأشعة مثل الذراعين والساقين وتكون بشكل مباشر بدون عازل مثل الأقمشة أو النوافذ والغطاء ولا تنسى، تشرب من 3 إلى 4 أكواب حليب يومياً وبهل الأشياء البسيطة بحول الله تكون عظامك أقوى ترجمة نانسي قنقر